فرحب بكم هنزوموا شاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وما زرنا من قول حضراتكم أحداث وقاقة معركة أين الله الجزء التسعين وعنمان حلقتنا أهل الحديث وتجارة الحشيش شاهدنا في الحلقة اللي فاتت إزاي في حجر العسقلاني طعم في ابن تيمان وإزاي الشيخ عبد الرحمن الحيدي طعم في أبو حسن الأشعري وأبو حنيفة النهاردة هنشوف إزاي علي جمعة بيطعم في الداريمة وماء كمان آخرين ونشوف أول فيديو لقد جلست أقرأ كتاب رد الداريم بن سعيد على بشر المريس العنيد حتى وصلت إلى صفحة مئة فانتبتني كآبة وكنت قد حان العصر فجئت أصلي فشوشت علي صلاتي والأمر جلل أو كأنهم يعبدون الأوثان إنهم يصفون الله سبحانه وتعالى وصف الكائنات حتى قال في صفحة التسعين إن الله عندما يجلس على العرش جل جلاله فإن العرش يهتز من تحته ويسمع له أطيط أزيز يا لطيف رب ثم يقول المجرم يسمع له أطيط كما لو وضعت آكام الحجارة فوقه شبه ربنا بالحجارة أبرزوا عقائدكم أيها السفلة أبرزوا عقائدكم وزي ما شفنا الدكتور علي جمعه هو المفتي السابق إنه أصيب بالكآبة يعني جاله كتآب لأنه كان بيرى في كتاب الداريمي وهو بيرد على بشر المريسي من كتر من دايق يعني شوشت عليه صلاته وقال يعني إنهم بيعبدوا الأوسان وإنهم يسفون الله وصف الكائنات حتى قال في صفحة رقم تسعين إن الله عندما يجلس على العرش جل جلاله فإن العرش يهتز من تحته ويسمع له قطيط وإنهم شبهوا الله بالحجارة وبعد كده يعني أنا أسفل نواك قاعد يشترم في السلافيين وبيقول لهم إبرسوا عقائدكم أيها السفلة وخليني أوريكم مين هو الداريمي اللي قاعد يشترم فيه علي جمعه الداريمي هو الحافظ أبو سعيد هميمي الداريمي الساجس تاني ولد في مدينة هراء بقرصان سنة 200 هجريا أو سنة 815 ميلادية والزهبي قال عنه إن الفاق أهل الزمان وكان لحجة بالسنة بصيرا بالمناظرة وقال أبو حامد الأعماشي ما رأيت في المحدثين مثل محمد بن يحيى وعثمان بن سعيد ويعقوب الفسوي وقال أبو الفضل الجارودي كان عثمان بن سعيد إماما نقضى به في حياته وبعد ما ماته وقال الحسن بن صاحب الشاشي سألت أبو داود عن عثمان بن سعيد قال منه تعلمنا الحديث المفتي علي جمعة بيطعم في الدرمية ويقول عليه ابرزوا عقائدكم أيها السفلة وخلينا نشوف فيديو تاني للدكتور علي جمعة هو بيطعم في ابن القيم وابن تيمية ومعروف أن ابن تيمية هو شيخ ابن القيم هو ابن القيم ولا سعيدنا رسول الله هو ابن القيم ولا القرآن والسنة هو ابن القيم ولا الصحابة غلط وغلط في حاجات كتير مش فدية بس وابضوا عليه وركبوه بالحمار بالمقلوب وعملوا كده مع الشيخ بتاعه ومات في السجن الشيخ بتاعه الشيخ ابن تيمية مات في السجن مين اللي أبض عليه ما بحث أمن الدولة اللي أبض عليه علماء المسلمين القاضي بن مخلوف المالكي هو اللي أبض عليه الشرع الشريف اللي أبض عليه إذن ليه إحنا نعمل الفتنة دي قلقانين حيرانين حتى لو كان القلب دفيان بس يعيني حيران فما نخرج من الحيرة ونمشي على نمط واحد الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح اشمعنا فهمنا وشربنا الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح من اتنين اتقبض عليهم ما الكتاب والسنة موجودة عند الأئمة الأربعة عند علماء الأمة جيل عن جيل الشيخ على الجمعة قاعد يخير الناس بين ابن القيم والرسول والقرآن والسحابة ويقول إزاي تاخدوا السنة من اتنين اتقبض عليهم اللي هما مين؟ اللي هما ابن القيم وابن دايماية ده حتى ابن القيم كانوا يعني بيركبوا الحمار بالمقلوبة ده طبعا يعني انه يعني هو عايز يقول يعني ان هو كان مهزق او بيستهزقوا به هو والشيخ بتاعه قصده على انه دايماية يعني وانه مات في السجن وان اللي ابضوا عليهم مين هم معلماء المسلمين والشارع الشريف اللي هو حكم عليهم بالسجن وبرغب كده هنشوف علي جمع هو بيشكر الشيخ الفرغل وابن حجر العسقلاني اللي كانوا بيبيعوا حشيش وشوفوا معي كان الشيخ الفرغل برا الأظهر هنا على الباب في القرن الثامن الهجري والتاسع بيبيع حشيش فجيه الشيخ ابن حجر العسقلاني شرح البخاري ودخل كان قضي القضاء قال ليه ده قال له ده الشيخ الفرغل فحدث نفسه انه قال لو كان وليا ما أقامه الله في هذا المقام اخص 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 ودخل ليصلي بالناس فانسي الفتحة فبعد كده الناس قالوا لأ انت عملت حاجة ده يعني حافظ الدنيا الحافظ الكبير حافظ الدنيا حافظ حاجات عجيبة وتعنص الفتحة مش معقول يعني لازم عملت حاجة كده قل له كده قالوا والله ما عملت حاجة بس الرجل اللي برا ده قالوا داخل قلبي ما ارتحلوش لأنه بيعمل زم بيبيع حشيش في حد يبيع حشيش زي ما شفت الشيخ علي جمعة يعني ان كان فيه برى الازهر يعني يا جماعة خلي بقيتوا اخوة المسلمين ان برى الازهر كان فيه نصبة حشيش يعني حاجة دي يعني كلام لا يصدق بصراحة يعني برى من الجامعة برى الازهر بمنارة الاسلام نصبة فيها حشيش واللي قاعد عليها من الشيخ الفرغل والشيخ الفرغل ده كان قاضي القضاء يعني ايه يعني حميها كده حراميها قاضي وبيبيع حشيش ما شاء الله فالشيخ فالشيخ ابن حجر العسقلاني قال كده يعني جوه نفسه واستغرب فطبعا لما استغرب ازاي الشيخ الفرغل ببيع حشيش فكان الجزاء الالهي انه جانوا الزعيمر او يعني فقد الزكرة ونسي الفتحة قالوا انت عملت ايه خلينا نكمل جوه ابن حجر عمل ايه في الفيديو اللي جاي قالوا طب روح استسمحوا للا شوفوا ايه الحكاية فراح قالوا الفتح قالوا فتشني انا خدت منك حاجة فتحتي ايه قالوا مش كده ده لقضي القضاء وبقيم الناس وانا الحافظ وكده اماش كده اختش ما تبقاش كده قالوا تبقى لله في حد قالك تتاريق على خلق الله الدين قالك كده وانت داخل تتاريق على خلق الله قالوا ما انت بتبيع حشيش يا مولانا الشيخ الفرغل ما وبرده حاجة تتخيل قالوا طب وعد بيع معاي قعد الحافظ ابن حجر جنبيه يبيع معاي وبعدين قاضي القضاء قالوا شوف اي واحد اختاره وشوفه هو بياخد حتة الحشيش مني ايه اللي بيحصل فاختار واحد كده ومشي وراه شرب الحشيش اتقاية وبطله قالوا يا حبيبي انا هنا اديلي بتاع عشرين سنة ما حدش خد مني حشيشاية ورجع لها تاني قبل قاضي القضاء بيبيع حشيش للمسلمين عشرين سنة تاجر حشيش وابن حجر العسطلاني اشتغل عنده صبيب علشان يعلمه ازاي بيع الحشيش اللي بيخلي الناس تبطل شرب الحشيش ياخد الحشيشة من هنا يرجع من هنا ويتوب بعدها وخدينا كمان ونشوف مع بعض اصلي دول ما كانوش اشعرية والباقي كان اشعري والمين والباقي اللي ايه الباقي كله كان اشعري يعني كلنا كده اشعري وفيه واحد مش اشعري يبقى مين اللي غلطان اذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم ومن شد شد في النار اخرجه ابن ماجة ايو بس الشيخ بتاعنا قال لنا حاجة تانية غير كده مين الشيخ بتاعك حسونة حسونة مين مين حسونة خد ايه حسونة طف درس على مين حسونة درس على اخر بب اسمه ايه الاخ حسنين طيب حسنين درس على مين لا هو انتبقى هي كهنة درسه ارو وهكذا ايه رأيك سخيفة مشكلها سخيفة ان احنا نرد الكتاب والسنة بمثل هذه الطرهات ايه الكتاب والسنة والسلف الصالح كانوا كده ولماذا لا تمتسرون للكتاب والسنة بطرهات تملؤون بها اذهانكم وتكون حجابا بينكم وبين ربكم ما هو دا الحاجة المحيرة لان ابن القيم يقول طب ما هو غيره اه وغيره كتير وانا قاله مردود عليه بالكتاب والسنة كلام غير مفهوم كلام مردود وتافه وبسيط ومضحك ابن القيم ايوة يا اخي اخطاء الكبار كبار ايوة زالة عاد ايوة انت هتمشي ورا ابن القيم وما تمشيش ورا سيدك رسول الله دا ايه الغم دا انت تمشي ورا ابن القيم وما تمشيش ورا جمهور الامة تمشي ورا كلمة هنا وهناك وما تمشيش ورا النور وزي ما شفنا الشيخ الدكتور علي جمع قاعدة طريقة على أسماء الشيوخ ويقول الشيخ حسونة وحسنين وقال حتى لو ابن القايم قال حاجة مش معنى كده انك تصدقوا لان أخطاء كبار كبار ما تمشيش وراء وانا حفظت كلامي بحلقة النهاردة برضو بقول ابن عباس خذوا العالم حيث وجدتهم ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فانهم يتغيرون تغاير التيوس في الزريبة وانا هازل كل واحد مسلم بيسمع بحلقة المحتار يختار عقلت مين ويصدق مين ويكذب مين دعوة انك تفكر يا مسلم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا انتا ترد بعقلك ما نقبل بعقله واذا يرد بعقله واذا ينكر بعقله يبقى الجن يبقى ولعوبة بين حقون المسا اشتركوا في القناة